مرحبا و اهلا و سهلا فيكم بفيديو جديد على القناة لتعلم اللغة التركية اليوم درسنا راح يكون عن الافعال التي تأخذ قبلها حرف جر اول شي بدي تعذروني على صوتي لاني مريضة مشان هيك تأخرت بتنزيل فيديو لسه يعني لسه الوضع بس حبيت نزيل فيديو مشان ما يصير انقطع بالفيديوهات قلنا اليوم راح نحكي عن الافعال مجموعة من الافعال لتأخذ قبلها لاحقة حرف جر ا او اي كيف يعني نحن ذاكرين بفيديوهين سابقين هاي اللي راح تشوفون قدامكن انه الافعال باللغة التركية ممكن تأخذ قبلها مفعل به مثل ما هو متعارف عليه عنه باللغة العربية ممكن تأخذ قبلها حرف جر مع انه ما منذكر حرف الجر ولكن هذا الفعل يأخذ حرف جر فهيك بدنا نحفظه فهي العملية تحتاج الى حفظ وبحث عن هدول الافعال ممكن الفعل يأخذ قبله لاحقة ادات الربط اليه ممكن يأخذ حرف جر دان ودان ولكن حتى ما نذكر كلمة من يعني اللي هي دان ودان فنحتاج نحن نحفظ هدول الافعال حفظ ومع الاسف هدول الافعال مو مجموعين بكتاب معين او بصفحة معينة او بدرس معين لان احنا بدنا نتعب عليهم ونجمعهم فانا بهدول الفيديوهات اللي شايفينهم انا ذاكرة مجموعة من الافعال سواء مع البني او بنا اللي هي نفسه بني يعني انه لاحقت مفعول به وبنا لاحقت حرف جر فبهذا الدرس مذكور مجموعة من الافعال الدرس التاني كمان مذكورة مجموعة من الافعال فهدول اللي ذكرناهم من قبل انا ما رح عيدون اليوم اليوم رح ناخد افعال جديدة مع هيك امثلة بسيطة على كل فعل حتى تعرفوا كيف تستعملوا اول فعل عنا الفعل اجومك 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 معناتها الها كتير معاني معناتها التألم الالم طبعا في فرقه بين الفعل اجيو والفعل اريو نشرحه بعدين اول فعل ممكن يجي بمعنى الشفقة انه انا بشفق على شخص انه انا بينكسر قلبي على شخص بحن على شخص فلما يجي بمعنى الشفقة فلازم ياخد قبله حرف جر مثلا ممكن نقول انا بان صنع اجومام بان صنع اجومام انا لا اشفق عليك صنع اجومام تمام صنع معقلنا ساني كمان ممكن نقول تضر لاردكي توجوك لارا توجوك لارم تضر لاردكي تضر يعني الخيمة تضر لار الخيم تضر لاردا في الخيم كي الذين توجوك لار الاطفال الذين في الخيم توجوك لارا على الاطفال الذين في الخيم توجوك اجيرهم اشفقوا كثيرا على الاطفال الذين في الخيم الذين يعيشون في الخيم فلما يجي هذا الفعل بمعنى الاشفاق فنضيف قبله حرف جر او اي اما لما يجي بمعنى التألم فلا استعمله عادي مثلا بقول يارا معناتها الجرح يارا جرحي انا جرحي يقلمني جدا ما منستعمل كلمة اريور اللي متعارف عليها بمعنى الالم لانه لما يكون الالم خارجي او فجائي فمنقول اجيور تمام عنا الفعل الثاني هو الفعل سيسلان ميك سيسلان ميك فعل المنادى او الدعاء ممكن يجي بهذا المعنى انه نادى او دعا لكن اكتر شي لما نستعمل نادى فلان مثلا بقول بان سيزي سيسلان دم اما جواب بلا مضم بان سيزي سيسلان دم انا ناديتكم ناديتكم المفروض حسب العربي هاي لاحقت مفعول به ولكن هون ضفنا حرف جر سيزي بان سيزي سيسلان دم انا ناديتكم اما جواب بلا مضم لكن لم استطع الحصول على اجابة يعني ما حدا جاوبني ما حدا رد علي مثال اخر ممكن قول انم بيزي سيسلان يو انم بيزي سيسلان يو امي تنادينا نحن تمام فعم نضيف حرف جر قبل هذا الفعل ممكن نضيف سيزي سانا بيزي اي اسم زائد حرف جر كمان نفس الشي ننتقل للفعل البعده هو الفعل او رمك او رمك او رمك فعل المرور مو نفس فعل يعني العبور او المرور لا يعني انت مر على فلان انت مر على المحل الفلاني مثلا انا بقول مثال عندما اذهب الى اسطنبول يعني انا بمر عند عمتي في كل مرة بروح الى اسطنبول فهيك كمان هذا الفعل بياخد قبله حرف جر ا او ا كمان عنا الفعل يتيشمك يتيشمك من الافعال اللي تاخد قبله حرف جر ا ا او ا يتيشمك معناته اللحاق ب ان تلحق بشيء معين ان تلحق بشغلك بيلباس بشخص مثلا بقول كنت سريعا جدا سانا يتيشمدم لم اسططع اللحاق بك وين كلمة لم اسططع هذا الحرف ا اللي هو بعد يتيش يتيش هذا اللي هو بين الفعل وبين ادعة النفي لم اسططع اللحاق بك ليش كنت سريعا جدا فعل اخر هو الفعل بنزمك بنزمك هو فعل التشابه لما نقول الشخص انت بتشبه فلان انت تشبه والدك انت تشبه والدتك يعني هذا فعل تشبيه او فينا نقول متشابه التشبيه حتى كمان فينا نقول تشابه مثلا بقول سانانني بنزيورسン سانانني بنزيورسン انت تشبهين امك أنني اي بنزيورسン انت تشبهين بنزيورسن مين أنني والدتك او فينا اذا واحدة حلوى من قلة سان ايا بنزيورسن سان ايا بنزيورسن انت تشبهينا القمر فهذا الفعل كمان لازم نضيف قبل حرف جار ا او اي فعل آخر هو الفعل يبش ماك يبش ماك الالتصاق التصاق الشيء بشيء مثلا أو أحيانا أني ممكن يالتصق الشخص بالآخر مثلا وبقول اوفيا اوفيا يعني للتأفف اوفيا ما بقول بني يبشت هو التصق بي يعني أنه أحيانا شخص بيدبق فينا بنقول هدا الشخص بيدبق فيني يبنا يبشت او فينا نقول كمان ساكز ساكز هو العلكة او المسكة او اللبان يعني كزاك هي البلوزة عفوا الشتوية السميكة الصوفية كزام بلوزتي انا تحول حرف الكائلة مشقية حسب قعدة كتشب كزاك يبشمش التصق ببلوزتي ا او ا يأخذ هذا الفعل كمان عنا الفعل يكشمك يكشمك هو فعل الملائمة او المناسب انه شي يناسب شي او شخص يناسب شخص اخر او نحن بالعامية منقول لبقله يلبق لشي مثلا بقول لشخص بورنك سنا تكياكشمش بورنك سنا تكياكشمش هذا اللون لاقى بك كثيرا يعني لي بقلك كثير بورنك سنا تكياكشمش او فينا نقول اون لار بير بيريني يكشتلار اون لار هم بمعنى شخصين او اشخاص مثلا شخصين عم يتزوجوا بنقول بير بيريني يكشتلار لاقوا ببعضهم البعض بمعنى لبقوا لبعضهم يعني هدول الشخصين لابقين لبعضهم يكشتلار بير بيريني كمان استخدمنا حرف الجر اي هون اخر فعل رح ناخده اليوم هو الفعل كايدولمك كايدولمك التسجيل في يعني ان اكون مسجلا في مكان معين مثلا بقول كورس لار نزا كايدولمك استيورم كورس لار كورسات يعني كورس لار نزا كورساتكم الى كورساتكم او في كورساتكم كايدولمك استيورم اريدوا التسجيل في كورساتكم او في دوراتكم يعني فهذا كمان الفعل شو استخدمنا قبله حرف جر ا ا ا ا ا ا كورس لار نزا طبعا اصدقائي الافعال كتير ما بتخلص اه ولكن مو كتير بمعنى انه نحن ما فينا نحفظها لا مثلا مثل الدرس اليوم انا ما بدي كتر افعال حتى فيكن تحفظوها تدرسوها اذا عجبكن هاي الشغلة انه نحن نعمل اه لكل افعال يعني نذكره سوى لحاله الافعال اللي تاخد حرف جر او اللي تاخد مفعول به او اللي تاخد اداة الربط و الى اخره كل شي بنعملوا فيديو لحال فاكتبولي بنعمل دائما هيك فيديوهات فهذا هو درسنا اصدقائي الى اليوم ان شاء الله يكون سهل وان شاء الله استفدتم منه اكتبولي اذا بتكون نرجع نعمل مثل هاي الافعال ونذكر مجموعة اه مثل عفوا مثل هاي الفيديوهات ونذكر مجموعة تانية من الافعال ضلوا دائما بخير مع السلامة